أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض فلا زال حديثنا موصولا مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونواصل كلامنا وبحثنا حول هذا المبحث المهم أيضا والذي يتعلق بقضية التحمل والأداء قضية تحمل الرواية وأداء الرواية التحمل فيه الأخ والأداء فيه الإعطاء واضح؟ فتحدثنا عن بعض الأمور المهمة ثم وقفنا عند فرع من هذه الفروع ويكمل الشيخ أنيس إن شاء الله هذا الفرع الذي وقفنا عنده في اللقاء الماضي تطرحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين أمين قال فرع قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني فإن كان معه غيره حدثنا وفيما قرأ هو على الشيخ وحده أخبرني فإن قرأ غيره أخبرنا يعني هذا الكلام أنه يصور لك الوضع الحقيقي الذي كان عليه الدرس في هذا الوقت بمعنى أنه إذا كان الطالب يجلس مع الشيخ وحده فالأمانة أن يقول أخبرني وهذه فيها مزية اختصاص هذه فيها مزية اختصاص يعني تخيل أن العلاقة بينك وبين الشيخ أنك تقرأ عليه وحدك هذه مهمة جدا وأما إذا قرأت مع بعض الطلاب كما يقرأ الشيخ أنيس الآن وأنتم الآن معه يقرؤون على الشيخ فيعبرون بكلمة أخبرنا وهذه فيها فائدة من ناحية أخرى ليس فيها مزية اختصاص التي سبق وبينا أنها تميز بها هذا الراوي ولكن هذه فيها بيان أنه لو وقع سهو أو خطأ من القارئ أو من الشيخ فربما أصلحه الحاضرون الذين يجلسون في مجلس الشيخ فهذه أيضا فائدة أخرى من الفوائد التي تدل على صيغة الدرس وواقع الدرس والهيئة التي كان عليها مجلس التحديث في هذا الوقت واضح يا كراء؟ صد الأمر الثاني أنه إذا قال حدثني بإذن الشيخ يتكلم والطالب يسمع أما إذا قال أخبرني فعلى الذي سار عليه جمهور أن الطالب يقرأ والشيخ هو الذي يسمع فيعبر عنه بكلمة أخبرا أما إذا قال حدثنا فمعناه أنه حدثهم الشيخ حدثهم وهم في مجموع من الناس فإن قرأ غيره أيضا قال أخبرنا وهو مع مجموعة من الناس قال ماذا؟ قال أخبرنا واضح يا كراء؟ فماذا قال ابن الصلاح؟ فضل قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق فإن شكأت بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي إذا حصل الشك فلأن لا تصحب أحدا معك لأنه في حكم على الآخر في حكم على الآخر أنه حضر معك فأنت تقول أخبرنا مع أنك شككت هل كنت وحدك أو كان معك أنيس أو خضر أو فلان أو فلان أو فلان لا تدري أنت شككت في هذا الوقت شككت هل أنا كنت وحدي أم معي غيري الأرجح في هذا أن نعود إلى قواعد علم الحديث قواعد علم الحديث تذلنا على ماذا؟ على الاحتياط والحيطة وعدم الوقوع في الخطأ وإن مظنة الخطأ البعد عنها أولى واضح يا كرام؟ فلذلك كان يجب أن تقول أخبرني كأنك تحكم على نفسك فقط ولا تحكم أنت على ماذا؟ ولا تحكم على غيري واضح؟ واضح؟ وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا بعضهم يقول أن الأدنى كلمة حدثنا أو أخبرنا أدنى من كلمة حدثني وأخبرني كما قلت لكم أن الأولى فيها مزيد اختصاص أنا قلت لك لما أقول حدثني الشيخ أحمد معدي إذن كأني كنت وحده مع الشيخ كنت وحده مع الشيخ هذا فيه مزيد اختصاص أنت تغضطني على هذا أما إذا قلت حدثنا إذن كنت في مجموع من الناس فلا مزيد اختصاص فيها صح؟ فهكذا فضل قال الخطيب البغداد وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة يعني أمر فرق بين الشيء المستحب وبين الشيء المستحق لأن الشيء المستحب هو أمر مندوب إليه يحبذ فعله نتمنى أن يحصل أما المستحق يعني هو أمر مشروط كأنه لا يصح إلا به ففرق بين المستحب وبين المستحق المستحق لا يتم الشيء إلا به أما المستحب فيتم كمال الشيء به يبقى المستحق ماذا؟ لا يتم الشيء إلا به أما المستحب فماذا؟ فلا يتم كمال 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 الشيء إلا به فضل قال فرع اختلفوا في صحة سماعي ما ينسخ أو استماعي فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني يعني ماذا ما معنى هذه المسألة يعني أنت الآن تسمع الدرس الشيخ يقرأ من كتابه أو من نسخته وأنت تسمع الدرس ومع ذلك تكتب تسمع وتكتب أو أحد الطلاب يقرأ والشيخ يسمع وأنت تكتب فأنت الآن انشغل جزء من الذهن والعقل بماذا بالكتابة بعيدا عن مسألة التلقي والضبط الذي هو ذاهب وجاء يذهب ويجيه منك إلى الشيخ عملية بث مباشر من الشيخ إليه وعملية تلقي مباشر لهذا البث من الشيخ تعطل هذا البث بشيء ما وهو مسألة الكتابة جعلت كل الملكة التي عندك مفرقة ما بين الكتابة وما بين ماذا هكذا أنا أقرب المسألة كأنها فرقت الملكة التي عندك في مسألة الحفظ والتلقي بين الكتابة وبين التلقي معا فهذا قادح فيها الراجح لا الراجح لا وهذا يرجع أيضا إلى الملكات الملكات التي جعلها الله تعالى في عباده يعني واحد لو أنه انشغل بأمر آخر يحدث له شيء من الخطأ وكما يقول مصريون لخبطة يعني يحصل عنده خلط وخط لا يستطيع لا يركز إلا في شيء واحد إما أن يتكلم في الهاتف أو إما أن يكتب وإما أن يتكلم مع الآخر وإما كذا أما إذا حدث أنه انشغل بأكثر من شيء يحصل له نوع من الخلل هكذا يعني خاصة في الرجال الرجال دائما تفكيره يعني أحادي لا يستطيع أن يفكر في أكثر من شيء في وقت واحد خلاف النساء تفكر في خمسين مسألات تتكلم في الهاتف وتضعوها كذا وتسوق السيارة وربما تتكلم بجوارها وربما تقرأ شيئا في اللافتة أمامها وتفكير عنقودي يعني كما يقول علماء التنمية البشرية الآنية فإذا انهي ملكات وقدرات ولكن هذا لا يبين أن المرأة تتحفظ أكثر من الرجل لا أنا أقول ملكات مسألة أن تنفتح على أكثر من شيء وتستطيع أن تستوعب أكثر هذه الأشياء فإذا العلماء لما نظروا ووجدوا أن الكتابة هي أصلا من مصلحة الحفظ وهي معينة على الحفظ أجازوها من هذا الباب بدلا من أن أحفظ ثم بعد ذلك أنسى واضح فبعض العلماء وبعضهم قال كان ينبغي على القارئ أو ينبغي للقارئ أو الطالب العلم أن يستمع فقط أن يحفظ من الشيخ مباشرة ثم إذا أراد أن يقيد شيئا قيده بعد الدرس من نسخة الشيخ من نسخة الشيخ أو من النسخ التي انتسقت على الشيخ واضح يا كرام؟ يقرأ المسألة من مرة ثانية من أول قال فرع يختلف في صحة السماع ما ينسخ أو استماعه فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني وهو علامة كبيرة من علماء الأصول معروف وكان يسمى بالأستاذ دائما تجد في أبو إسحاق الإسفرايني يقولون عنه الأستاذ ما معنى كلمة الأستاذ؟ الأستاذ الآن عندنا الملرس في المدرسة صح؟ أو الأستاذ في الجامعة أستاذ حصل إلى درجة الأستاذية أستاذ دكتور يعني حصل على ملرس دكتور ثم أستاذ مساعي ثم أستاذ دكتور فيسمى أستاذ قديما كان كلمة أستاذ تطلق على الذي حصل سبعة أو ثمانية عشر علما سبعتاشر علم من العلوم تخيل سبعتاشر علم حصلها وأتقنها وأصبح فيها عالما يتكلم في هذا الفن كتكلمه في هذا الفن هذا يسمى الأستاذ لا سيما إذا كان انشتغاله بالعلوم العقلية إذا كان له انشتغال كبير بالعلوم العقلية والمسائل الكلامية والأصولية واضح كرم يسمى بالأستاذ الأستاذ المذكر ابن فورك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني دائما تجد أنهم الرابط بين هؤلاء أنه تكلم في فنون كثيرة ويوجد عدة فنون وأيضا تجده أنه له في الجانب العقلي والجانب العقدي يتكلم فيه كثيرا فيسمى بالأستاذ كان ابن جماعة يقول أعرف أكثر من 12 علما أو أكثر من هذا لا يعرف أهل عصري أسماءها الإسم فقط حتى ما يعرفش الإسم لا يعرفون الإسم وربما يكون هذا الرقم أكثر من هذا هذا الذي أتذكره الآن أنا أخذ على الأحد كما حدستكم من قبل فعلوم كثيرة لا يعرف أهل العصر أسماء هذه العلوم اسمها فقط الإسم العنوان فما ذلك أنت بالعلم نفسه فهذه فتوح من الله سبحانه وتعالى فالأستاذ أبو إسحاق وابن عدي وإبراهيم الحربي منعوا من ذلك طيب ماشي فضل وكان أبو بكل أحمد بن إسحاق الصدري يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا هذا من شدة ورعه أنه إذا كتب في مجلس الدرس يقول حضرت ويفرق العلماء بين الحضور وبين السماع لأن الحضور غالبا يكون للصغير كما تكلمنا قبل ذلك هناك فرق بين السماع والحضور حينما يقول السيوطي حضرت على الحافظ ابن حجر ولا يقول السيوطي أبدا سمعت من الحافظ ابن حجر أو حدثنا الحافظ ابن حجر لماذا لأنه لما أتى به أبو كان السيوطي صغيرا في السن أقل من سن السماع هو الخمس سنوات فلم يكن في هذا الوقت قد تأهل للسماع من الشيخ فلذلك الذي هو أقل من خمس سنوات أو أربع سنوات هكذا يسمى حضوره في المجلس يكتب حضور يعني مثلا نحن نكتب الآن الطباق الطباق ما هذا سجل السماع سجل الإجازة على الكتاب يسمى الطباق عند علماء التحقيق عند علماء التحقيق وطبعا أخذوه من من؟ من المحدثين فيكتب أنه سمع هذا المجلس كتاب البارث الحثيث مثلا الشيخ أنيس والشيخ خضر والشيخ أندي والشيخ فقيه والشيخ أحمد والشيخ إبراهيم وعبد الله وعبد الرحمن وإسحاب وكذا سمعوا كذا وحضر الطفل فلان ابن فلان ابن فلان وحضرت الطفلة فلانة بنت فلان واضح يا كرام؟ حضرت يسمونه إيه؟ حضورا لماذا؟ لأن سنهم لم يكن في سن الإيه؟ السماع واضح يا كرام؟ طيب لذلك هو من شدة وراء قال طالما أنني سأكتب سأنزل بدرجة تحمل درجة إلى درجة الحضور وكأن ما أفعله الآن هو حضور وليس بسمع فضل قال وجوزه موسى بن هارون الحافظ طبعا موسى بن هارون الحمال هذا إمام كبير صاحب أسانيد عالية وأسانيد صحيحة وفيه هناك رسالة علمية طبعت في الكويت عن موسى بن هارون الحمال في مجلد ضخل واضح؟ وأحاديثه وأسانيده فضل قال وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه ابن المبارك إمام الآئمة والعالم الورع المعروف يعني ورع وإمامة وإتقان وحفظ المتقرفة سنة 181 هجرية مولود سنة 118 هجرية الشيخ ابن المبارك عبد الله ابن المبارك كان ينسخ وهو يقرأ عليه يعني ماذا يفعل؟ يعني أحيانا العالم لا يفصح بالمقال ولكن يفصح بالحال أو بالصنيع حاله هو الذي يفصح عن حاله عن قوله وعن اختياره لولا أنه يرى الجواز ما فعل هذا فضل قال وقال أبو حاتم كتبت عند عارم وعمر بن برزوق عارم طبعا معروف عارم بفضله أحد رجال البخاري فضل وحاضر التارق وعارم سمي عارما لأن في خلقه عرامة شدة كان مقاسي على الطلاب شوية عنده قسوة وغضة يعني شوية فكانوا يسمونه عارم شديد لا يتحملوا إلا يعني الطلاب النجباء وهكذا ينبغي على الطالب أن يتعلم يعني هو العلاقة التي بينه بين الشيخ الإفادة فربما يكون الشيخ عسرا كأبو بكر بن عياش مثلا والأعمش لو أنك قرأت في فضاء أصحاب الحديث أو فضاء أصحاب الحديث للشيخ أبو بكر الخطيب البغداني رحمه الله تعالى الإمام الكبير رحمة الله عليه لو وجدت أنه لما تكلم عن هؤلاء العلماء بيّن أن لهم مناهج منهم الشديد العسر في القراءة والرواية كأبو بكر بن عياش والأعمش ولهم قصص طبعا مشهورة سخت قبل ذلك بعض هذه الأقاصيص وهذه الحكايات التي نقلت عنه فعارم ابن الفضل رحمه الله تعالى وعمر المرزوق ماذا فعلوا؟ اقرأ يا شهدنا كده وقال أبو حاتم كتبت عند عارم وعمر المرزوق في بعض النسخ كتبت حديث عارم في بعض النسخ كتبت حديث عارم فضل وقال أبو حاتم كتبت عند عارم وعمر المرزوق وحاضر الدار قطني وهو الشاب طبعا الدار قطني طبعا أول ما تسمع اسم الدار قطني ينبغي أن يتنبه عقلك تنبها شديدا إمام الصنعة إمام الصنعة الحديثية إذا ذكر الدار قطني فهو إمام الصنعة بلا منازم قال فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي نعم والدار قطني ينسخ جزءا فقال له بعض الحاضرين لا يصح السماعوك وأنت تكتب استشكلوا عليه كيف أنت تكتب الجزء وراء الشيخ أو تكتب والشيخ يقول ماذا تفعل هذا ضياع وتشتيت للذهب إنك لن تستوعب ولن تستحضر ما يقوله الشيخ انظر ماذا رد عليهم ردا مفحما عمليا فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك انظر هي ملكة لا ليس الكل سواء أنا مختلف هكذا يقول كأن ملكاتي الحمد لله تختلف عن ملكاتك طريقتي غير طريقتك لا تحملني على طريقتك فماذا قال فقال له كم أمل الشيخ حديثا إلى الآن أراد أن يختبر طيب إذا كنت صادقا كم أمل الشيخ حديثا إلى الآن وأنا أجلس وأكتب وراء الشيخ ومستحضر لا أنشغل بأي شيء أخر انظر ماذا قال فقال الدار قطني ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه والله أعلم انظر إلى هذا ثم إن الشيخ بأبن كثير أراد أن يعضد هذه القصة حتى لا يشك فيها أحد من الناس أراد أن يعضدها بموقف حصل معه شخصيا مع شيخ المزي فماذا صنع فضل قال كلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ينعس حتى أحيانا يصب بها كذا ينعس أحيانا يحصل له شيء من الغفوة السريعة ماذا يفعل؟ ويرد على القارئ لو أخطأ القارئ رده رده أيضا هو ليس ينام ويغط وطيطا لأن هذا فيه تغيب للعقل ولكنه أحيانا يحصل له شيء من الغفوة فهذه الغفوة الشيخ يتنبه حتى لو أخطأ القارئ كأن هذا الكلام جرسه في ذهنه وفي عقله على نمط معين إذا تغير انتبه إذا تغير انتبه فضل قال ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه وهو أنبه منه الشيخ في نعاسه أنبه من المستيقظ مزي هذا إمام كبير وله كتابان فقط ما وردنا عنه كتابان ولكنه تبوأ الإمامة بهذين الكتابين فليست العبرة بكثرة الكتب والمؤلفات والمحاضرات وكذا والمقرؤات لا 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 ربما تؤلف الكتابا واحدا وتصير به علما في الفن وربما تكثر مئة كتاب وكلها تلقى في سلة المهملات لا ينتفع الناس بها ليس فيها جديد فالعبرة ليست بالكثرة العبرة لكنها بكيفية التصنيف فالشيخ المزي ألف تحفة الأشرف بمعرفة الأطراف وألف تهذيب الكمال وهما في فنهما أعلى شيء في كل ما أقوله يعني تجد تهذيب الكمال هو رقم واحد في كتب تراجم الكتب الست وكل من أتى بعده استفاد منه وهو عالة عليه ككتاب ابن الصلاح كما في أنه كتاب عمدة المصطلح أيضا عمدة كتب الرجال في أسماء ورواة الكتب الستة هو تهذيب الكمال للإمام المزي وطبع طبعا 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 كبيرة جدا في أكثر من ثلاثين مجلدة ومضبوعة وجودة في مؤسسة الرسالة ثم طبعا مضغوطة في ثمانية أجزاء مقطع الكبير واضح يا كرام طبعا خمسة ثلاثين مجلدة تضع هنا تغلق هذا المكان هذا كتاب واحد واضح؟ فضل قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فضل الله يؤتيه من يشاء فضل قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السمع بعيدا من القارئ ثم اختار أنه يغتفر ليسير من ذلك وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح إذا الضابط إباءه ضع تحت هذه خمسة خطوب ليس خمسة بالضبط يعني أنا أريد أن أنبهك إلى أنه ينبغي أن تتنم وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح إذا هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى تفاوت الملكات فمن كانت ملكاته لا يستطيع أن يفعل هذا وهذا في عصر الآن لا يمكن لا يمكن بس أنت الآن عندك أشياء تعوضك التليفون يسجل والبث يذيع الشيء نفسه وهكذا أصبحت هناك أشياء أخرى ولكن في عصر رواية سبحان الله أنه تأخرت هذه الأمور حتى تحصل هذه الأحداث التي فيها حفظ للسنة وهذه الجهود حتى يحصل هؤلاء على الأجر الكامل في حفظ وصيانة السنة النبوية الشريفة ولأنه لمسك هذه الأشياء يحصل فيها التدليس تركيب الأصوات وغير ذلك فيقول هذا صوت محدث لا هذا صوت غيره هذا كذا وهذا كذا أما قديما فكانت شهادة الرجال على بعضهم البعض هي القائمة أما لو كان الاعتماد مثلا على الإنترنت على الصوتيات والمرئيات والبرمجيات هذه يحدث فيها العبث فربما حصل تشكيك في السنة بسبب هذا فسبحان الله الذي حفظ السنة وحفظ لها أجواءها التي تعيش فيها وتنتعش فضل قال وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله آه ما معنى هذا أحيانا 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 الشيخ يقرأ كتابا على الطلاب يقرأ هو من من لفظه أو أن الطالب يسمع من الشيخ الطالب يسمع من الشيخ أو يقرأ على الشيخ إذن سواء كان الشيخ يتحدث أو الطالب هو الذي يقرأ أحيانا يحصل للطالب فوت إن كسر القلم الذي يكتب به فبدأ يبحث في حقيبته عن قلم أو بدأ يأخذ من جاره أو حصل له أي شيء نعاس أو أحصل أراد أن يدخل إلى الخلاء لشيء ضروري الألم في معدته فماذا يسمع؟ يأتي يحدث له فوت ربما في حديث أو حديثين فينبغي ينبغي عليه أن يحرص على أخذ الإجازة من الشيخ لماذا؟ لأن هذا الحديث لم يسمعه من الشيخ مباشرة فبماذا يرويه أو كيف يرويه؟ لا يستطيع أن يرويه إلا بطريق صحيح معتمد من طرق التحمل طيب الإجازة تجبر هذا الحديث الذي حصل له فيه الفوت وأما بقية الأحاديث الأخرى فهو قد سمعها والسماع أعلى من الإجازة السماع أعلى من الإجازة ولذلك تجد أن بعض نسخ البخاري تجد فيه رواية مثلا حماد بن شاكر ورواية الفرابري تجد بينهم فرق متين حديث هل الفرق متين حديث أن هذا فيه أحاديث وهذا ينقص عنه يعني مثلا سبعة تلاف متين أربعة وتسعين حديث وهذا ينقص عنه تلتمية أصبح ستة لاف وتسعمية وكسر لا لا ليس كذلك هو نفس العدد هو هو ولكن هذا كله مسموع للفرابري وهذا حصل له أنه أخذ منه هذا العدد من الأحاديث بماذا؟ بالإجازة بالإيه؟ بالإجازة هذا نبه عليه بعض العلماء هذا نبه عليه بعض العلماء فإذا أراد أن يجبر النقص الذي حصل له في السمع بالرواية فأخذ الإجازة حتى تجبر هذا الإيه؟ هذا النقص وهذه هي فائدة الإجازات وإلا فالإجازة كما سنعلم بعد ذلك أحيانا لو أن الطالب اعتمد على أخذ الإجازات فقط ضيع العلم لذلك قال بعض العلماء لو صحت الإجازة بطلت الرحلة ما معنى ذلك؟ لو صحت الإجازة يعني لو كان العلم بالإجازات فقط أنا أخذ هنا إجازة والنهاردة في مشعلة مجلس كذا يقرأ كتاب وهنا في مجلس يقرأ كتاب وهنا مجلس يقرأ كتاب وأنا كل يوم أخذ ورق معي وأوقع والإجازة أخذها كذا واخدت مئة إجازة في حقيبتي وأنا لم أتعلم مسألة واحدة طالب يريد أن ننتهي من الكتاب في مجلسين أو ثلاثة طب وماذا تحصلت بعد ذلك؟ ستأتي لي تخرج حديثا تقف تدرس إسنان تقف تحكم على راوي تقف أما ما نفصل الآن هو الذي سيفيدك حين تتعرض لهذا فماذا يا أصنع الطلاب؟ يريد أن يحصل لك إجازات 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 كأن العلم الإجازة أنا معي مئتين إجازة وأنا معي خمسين إجازة وأحد الطلاب قال مرة والله واحد اتصل بي أراد أن يقرأ عليه هذا الكتاب فقال يا شيخ أنا أريد أن أقرأ عليك ولكن أنا أحب العلماء أقول لك يا ابني أنا لا أستم من العلماء أنا طالب علم والله أنا طالب علم فقال أنا يا شيخ الحمد لله معي مئتي إجازة مئتي إجازة مئتين أقول لك أنا معي عشر إجازات ولا أسطح لك يا مري أنا الذي أقرأ عليه يعني آتي أنت أنا أقرأ عليه أنا الذي أقرأ عليه حتى أحصل منك على الإجازة أه والله هذا حصل معي فقلت لك أنا الذي أقرأ عليه لأنك معك مئتين إجازة أنا أريد أن أتعلم أخذت من كل شيخ شيئا قال لا هذه إجازة كل شيخ ينزل إلى هنا قاهرة أوقع 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 إجازة إذا أخذت بشرطها كانت لمتأهل وكان لها يعني ظروفة يعني مثلا أنت أحيانا كنت في سفر مثلا وتقابل شيخا من الشيخ لم تقابله بعد ذلك فالأفضل أن تقرأ عليه مثلا مسلسل بالأولية أو مثلا تأخذ عليه بعض المسلسلات ثم توقع أنه الإجازة واضح؟ أما أن تكون هذه مصدر العلم فلذلك قال لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة بطلت الرحلة يعني إيه؟ العلماء الذين رحلوا إلى البلدان يعني عاشوا أياما صعبة وظروفا شديدة وعانوا في رحلتهم من شظف العيش وقلة الطعام والصبر على الحياة من أجل التعلم من الشيوخ لكي يحصل منه الحديث ويأتي بالسماع والدراسة والفهم والفقه والرواية والدراية لو كان العلم بالإجازة لما سفر أحد ولما أتعب أحد نفسه أبدا في العلم ولكن يجلس الذيته يا شيخ أنيس لو سمحت أنت تذهب إلى مريزا وأندوليسيا إذا بني بعشني إجازة من بلاد الجاوة والشيخ خضر من أي بلد من بلاده يأتي لنا بخزوازة من أكستان أو يأتي لنا بعشر إجازات والواحد يجلس في البيت وعنده إجازات تأتي إليه ليلة ونهارة هذا ليس هو العلم لبطل العلم أو لبطلة الرحلة لبطل إجتهاد الطلاب الذين يريدون أن يتعلموا العلم على حقيقته من جيوخه واضح؟ صدر قال كل هذا هو الواقع في زماننا اليوم تخيل يتكلم عن واقع زمان فما بالك لو رأى زماننا لبكى بالدم أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم نعم والبعيد من القارئ والناعيس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون لمجرد السماع وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه هنا نقطة مهمة الشيخ فيصل قاعد يجلس ويريدوا أن يسألني سؤالا يقول وهل هذا يجوز في العلم أن أطفال وبعض الناس الذين يتشاغلون عن الدرس ويكتب لهم السماع مش حضور السماع بمجلس الحافظ أبي الحجاج يوسف المزي رحمه الله تعالى جمال الدين وهو إمام الأئمة أنت كنت تقول أنه إمام الأئمة كيف أحصل معه وهذا القضية هنا يا كرام القضية هنا يا كرام ما الذي حصل هذا في زمن المتأخرين تأخر الزمان ودونة الكتب ولا يوجد شيء يزاد في الرواية جديدا يعني لن تزيد أنت رواية تضعها مثلا كسنن أبي داود أو تجعل مسندا ليس موجودا قبل ذلك أنت ما لك إلا رواية هذه الكتب فقط عصر رواية لا عصر دراية وتأليف وتصنيف جديد في كتب أو في روايات وأحديث أنت تكون موجودة يعني أنت ماذا تصنع أنك تروي مسندا أحمد وهو مكتوب وتروي مسندا أبي داود وهي مكتوبة وتروي جامع الترمذي وهو مكتوب ومقيد وتروي الطبراني وهو مكتوب ومقيد فرنس كتب محفوظة أنت ما لك إلا الرواية فقط ففي هذه المسائل يتساهل فيها العلماء يتساهل فيها العلماء حتى لا تنقطع مجالس التحديث حتى لا تنقطع مجالس التحديث ففي بث هذا يتساهل لأنه لن يترتب عليها أثر لا في التصحيح ولا في التضعيف ولا في قبول الرواية ولا في ردها واضح؟ واضح قال وبلغني عن القاضي تخيه الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال لا تزجروهم فإن إنما سمعنا مثلهم نعم وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه شمه يعني أن تكون قريبا منه أو سميعا أو أن تكون سامعا له حتى ولو كنت في مجلس في آخر الدرس تسمع سماعا خفيفا أنك في نفس المكان الذي فيه ينعقد فيه الدرس يعني أقل شيء يحصل به حضورك في المجلس واضح؟ شمه كما تشم الشيء الذي يكون بعيدا الرائحة تكون بعيدة أحيانا فضل وكذا قال غير واحد من الحفاظ وقد كانت المجالس تعقد ببغدادة وبغيرها من البلاد فاجتمع الفئام من الناس يعني العدد الكثير من الناس المختلف ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة المستملي طبعا لم يكن هذا المايك والميكروفون موجود قبل ذلك فيصعد المستملي على مكان مرتفع في مكان عال جدا حتى كان قديما للمستملي كان له مكان مرتفع يملي حتى يسمع الناس يجلسون في أماكن واسعة ولكن هناك كانت هناك عوامل أيضا لسماء الشيء يعني قديما ونحن صغار في الريف كنا لو أن إنسانا يعني صرق بصوته من بعيد جدا أنت تسمعه وأنت في مكانك الآن ربما يصرخ إنسان في الشقة المجاورة لك وأنت لا تسمع لماذا؟ الضوضاء الكثير التي تحدث الآن أصبحت شيئا مزعجا جدا فأصبحت يعني مانعة لاختراق الصوت فحتاج الناس إلى ماذا؟ إلى أشياء مساعدة ومساندة لمثل هذا واضح يا كرام؟ فلذلك قديما كان يصعد ويرتفع فيسمع الناس وهم يجلسون في مكان مفتوح ليس مغلقا هكذا فيجلسون وهم يجلسون في مكان واسع متسع فيسمعون وليس هناك غوضاء ولا سيارات ولا عواد في الطريق ولا شيء يحول بينهم وبين السماع فضل ويبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللفظ والكلام اللغط والمفتر اللغط مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط اللغط يعني أحيانا يجلس اتنين في آخر الدرس ويتكلمون وأنا لا أسمعهم ولكن أسمعوا الطنين فقط أسمعوا الصوت من بعيد فقط فربما يحصل مثل هذه في مجالس الكثيرة أنك تجلس الأناس يتكلمون في المجالس الحديثية وفي كذا البعيد الذي بعيد عن مجلس الدرس أو بعيد عن منصة الشيخ يتكلم ربما مع صديقي أو كذا هذا يحدث في كل الدنيا شيء موجود منذ زمن فهذا يحدث طب ماذا صنعوا؟ إنهم يتساهلون في مثل هذا خاصة في العصور المتأخرة بعدما دونت الكتب وحفظت في بطون المصنفات والمسانيد والأجزاء وغير ذلك واستحفظ المسلمون عليها فحفظوها بفضل الله واضح؟ فضل وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم بالكلمة جيدة استفهمها من جاري هذا في الزمن المتقدم طيب لماذا يستفهم من جاري؟ أسرع بدلا أن يعطل الشيخ لأنه لو سأل الشيخ تعطل الدرس وكان هناك بعض الشيوخ يتأففون جدا من مقاطعتهم أو من الكلام معهم بل كان الإمام الأعمش رحمة الله عليه وهو الذي كان يقول لو كنت بقالا لا استقدرتموني ولكن الله تعالى أعزني بالعلم ورفعني بالعلم هو كان شكله ليس جميلا كان دميما جدا وقال رفعني الله بالعلم لو كنت بقالا يعني في سوبر ماركت ما كان يشتري أحد منه يتأففون منه ولكن الله رفعه بالعلم فكان يتضايق جدا أن يجلس أحد بجواره أصلا يعني لا يريد أن يجلس أحد لا على اليمين ولا على اليسار أبدا لا بد أن يفرغ هذا المكان تماما من مجلس الأعمش فجلس أحد الطلاب قريبا منه وهو لا يعرف طريقة والأعمش كان كفيفا كان كفيفا سليمان بن مهران الأعمش يتحافظ الثقة فجلس في الدرس وسمع صوت هذا أو أن هنا شخص وأنت تعرف أن الإنسان الذي كريم العينين هذا يكون يعني حد الحواس فعرف أن واحدا يجلس بجواره فجلس يتنخم ثم يبصق عن يساره وهو كان يجلس عن يساره فكلما جاء جاءت النخامة عليه وهو لا يستطيع أن يتكلم لأنه لو تكلم لماذا صنع بهم لقام وقطع الدرس فلو قطع الدرس لقام الطلاب عليه ربما ضربوه أنت السبب في قطع الشيخ الدرس فظل صابرا حتى انتهى الشيخ من التحديث وما عاد إليها مرة ثانية يعني مرة خلاص تاب وأنا فإذن القضية في إيه إن هذه الأشياء الشيخ لا يقطع درسه ولا يقطع في الكلام إلا إذا كانت من طبيعة الشيخ أنه يسمح بهذا واضح يا كرام لأنه أحيانا يتشتت الشيخ ذهنه ينسى المسألة التي كانت تكلم فيها قبل ذلك إذا أنت ألقيت إليه بسؤال وهذا يلقي إليه بسؤال فربما تعطل الدرس ولا يعطي الشيخ أي شيء من المعلومات فمثلا هذه القضايا ونحن لا نقول هذه القضايا حتى نتمثل بها وأن نفعل هذا هذه كانت أخلاق تحفظ تحفظ ولا يقاسوا عليها كما يقولون في علم النوم تحفظ ولا يقاسوا عليها ولذلك ذمها الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث تكلم عنها قال هذا يعني اتقد هذا الفعل مع جلالة الشخص قال ومع فعلي هذا وطبيعة خلقه إلا أنه كان ثقة إماما خلاص يعني نتحمل من أجل أنه إمام وثقة وحافظ فلذلك يا كرام كان يقول الأعمش حكى الأعمش أنهم الأعمش نفسه بقى يعني بيتكلم عن نفسه أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمات جيدا استفهمها من إيه جاره طيب تقول وهل جار هذا يجوز هذا الجار غالبا هو طالب علم مجتهد طالب علم مجتهد والطالب أصلا ما جاء وسافر من بلدي إلى هذا المكان إلا للحرص على طالب العلم فإذا أراد أن يستوثق من لفظة هل يأتي إلى أي أحد من الناس يقول له ماذا قال الشيخ ولكن ينتقي أذكى الطلاب وأفضل الطلاب الذين يجلسون بجواله ويسألهم هذه كانت طريقتهم وطبيعتهم واضح؟ فضل قال قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة من عامل وجابر بن سمرة وغيرهما فهذا هو الأصلح للناس وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم يعني القياس يعني هو الأفضل والذي ينبغي أن يقاس عليه التشدد في مجتهد هذه الأمور لأنه أحيانا ربما يكون تلميذك أو التلميذ الذي يجلس بجوارك ربما يكون قد سهل أو ربما غفل أو ربما سمع خطأ واضح؟ فربما يجيبك بكلمة لا تكون موثقة ولكن كان عهدهم أنهم كانوا لا يقتصرون على مثل هذا فقط بل كانت هذه أحد الأمور التي يحاولون أن يسدوا بها ثغرة الكتاب يعني أو ثلمة الكتاب بل إنهم يسأل وربما يراجعوا النسخة الشيخ التي امتسخد عليه فيراجعها بعد الدرس لهم أساليب وطرق كثيرة جدا ونحن قد قرأنا قبل ذلك أنه لابد أن يختم الكتاب ختم الكتاب هذا معناه الاعتماد اعتمد الكتاب بعد ماذا؟ بعد المراجعة والقراءة واضح؟ فضل قال فرعون ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان سلف يرون عن أمهات المؤمنين واحتج بعضهم حديث حتى ينادي ابن أم مكتوم يعني أحياناً كانت شيخات الحديث تجلس وتدرس الحديث وهي تضرب حجاباً بينها وبين طلاب الحديث ولذلك بعض العلماء لما تكلم في محمد بن إسحاق وقال من أين سمع من زوجتي وطاعن في سماعي منها فقال العلماء إنه سمع منها من وراء حجاب وهو لم يرى هو يجلس في بيته مع زوجته أو ربما كان خرج البيت وهذا الشخص الشيخ محمد بن إسحاق سمع منها من وراء حجاب وهذا كان موجوداً قديماً يعني كريمة المروزية كان يأتيها طلاب الحديث من جميع الأرض وهي كانت إحدى الشيخات التي تحملنا صحيح الإمام البخار بسند عالم وكانت ضابطة متقنة وكان يأتيها الطلاب من كل مكان أمنا عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونها من وراء حجاب واضح يا كرام فهذا كان أمراً سائغاً فيجوز طالما أنه الصوت تميز أن هذا صوت الشيخ ثم هناك أيضاً ملكاتك تعرف القراءة الصحية ما الذي يقرأ وكذا وكذا إذا الإنسان عنده العلم يحتاج إلى ذكاء العلم يحتاج إلى ذكاء فأنت وأنت تسمع من الشيخ تستطيع أن تعرف أن هذا صوت الشيخ ليس من صوته في الحنجرة فقط بل من طريقة أدائه بل من طريقة كلامه بل من كثرة أمثلاته التي أذكرها دائماً من طبيعته من لوازمه في الكلام أحياناً التي يقولها واضح؟ كلمة كلمة واضح الآن دي دي من لوازم فتعرف ده صوت الشيخ إذا كنت أصلاً أحياناً حينما تنم عندك الملكات ربما لو أنه أنك أعطيت كتاباً وقرأت فيه عرفت من مؤلفه من غير أن تقرأ عنوان الكتاب من طريقة الأسطول خاصة لو كان إماماً معروفاً وأنت في هذا الفم فأنت ربما إذا قرأت فيه كتابي أعرفت أنه فلان هذه تأتي بماذا؟ من طريقة الأسطول وما لك؟ إذا كنت هذه في الكتابة فما بالك ذو الصوت؟ تمام؟ قال وقال بعدهم عن شعبه إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروهي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يعني هذا يعني بعيد شيطان ليس فاضياً يعني ما ليس عنده وقت حتى يأتي ليجلس اليحدث يعني ويحدثك بأمور أخرى غير هذا يعني من طلب الحديث أفلس يعني شيطان يرغبك في الدنيا لا يرغبك في أن تكون مفلساً شعب يقول من طلب الحديث أفلس يعني اللي يطلب الحديث يفلس لا يكون معه فلوس ليه؟ لماذا؟ يشتري الكتب ويرحل المشايخ وكذا وكذا ليس عنده مال إلا الخليف فضل قال فلعله شيطان قد تصور في صورته فيقول حدثنا أخبرنا وهذا عجيب غريب جدا قال فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروهي عني أو رجعت عن استماعك عن إسماعك الصواب عن إسماعك أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبدي مستنداً سوى المنع اليابس أو أسمع قوماً فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئاً فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه والتفات إلى قوله وقد حدث النسائي عن الحارف بن مسكين والحالة هذه وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايين بذلك يعني أنت تجلس في مجلس مع شيخ وبعد انتهاء المجلس وحضرت الدرس قال الشيخ لك يا فلان لا يجوز لك أن تروي عني هذا وسماعك عني غير صحيح أقد أبطلت سماعك هل يجوز هذا؟ أصلا الواقع لا يرتفع هل تم السماع أم لا؟ هناك حتى قاعدة أصولية تقول الواقع لا يرتفع يعني الآن نحن جلسنا الآن هل أحد يستطيع أن بعد المغرب يأتي فينكر أنه كان هنا بعض الناس جلسون في الدرس وكان موجوداً لا يوجد أحد؟ الواقع لا يرتفع فكذلك الدرس أو السماع من الشيخ أنت سمعت من الشيخ والشيخ ربما لشيء ما يتضايق منك وجد أحد الطلاب الذين لا يحبهم الشيخ ولا يرتحوا ليهم يشغب على الشيخ كثيراً مثلاً فأراد الشيخ أن يقول له جلوسك معي لا أجيزك بهذا بما سمعت منه هذا ليس بمعتمد عند العلماء يجوز له أن يروي ولو روى قبل العلماء منه روايته إلا لسبب إلا لسبب كأن يكون هذا الطالب غير عدل والشيخ يعرف هذا يقيناً من غير ظن أنه مثلاً أن هذا الإنسان تلبس مثلاً ببدعة مفسقة أو أنه كان يصر مثلاً على فعل شيء محرم والشيخ نهاه أكثر من مرة ولم يمتنع مثلاً فهذه تكون هي الوحيدة أو أن الشيخ يعرف أنه يخلط في الرواية وأنه سيء الحفظ جداً وفاحش الغلط يقول له يا أولاي أنا لا أجلس معك لأنك أصلاً لن يقبل منك أحد هذا فإذن حتى لو بحثنا ليس منع الشيخ هو العائق والمانع من قبول الروايات بل العائق والمانع من قبول الروايات حال هذا الشخص أصلاً حتى لو أجازه الشيخ وقال لك أبحت لك وأجزت لك وإني أحبك وإن كل ما رويته ولك وأنت غير عدل فلا فائدة لن يقبل أيضاً منك وأنت فاحش الغلط لن يقبل منك فإذن فعادت المسألة في أصلها إلى ماذا إلى المسألة الأولى وإلى القاعدة الأولى أنه لا يجوز للشيخ أن يقول هذا ولو قاله لم يصح منه واضح؟ واضح والدليل على ذلك أن النساء لما دخل عند الحارس ابن مسكين وهو يرى عنه كثيراً في السنة يقول حدثنا الحارس ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قراءة عليه وأنا أسمع لأنه لما دخل على الحارس ابن مسكين يعني استهجن شكله وضايق منه وظن أنه جاء يعني ينقل أخباره وكذا فيعني طرده من المجلس فكان الشيخ الإمام النساء لحرصه شوف الرحلة في طلب العلم والدراسة على الشيخ وانتقاء الثقات لأن الحارس ابن مسكين إمام كبير وثقة شهير ماذا يصنع؟ كان يختبئ وراء أسطوانة العمود هكذا يختبئ حتى لا يراه الشيخ الشيخ يجلس إذا نظر أهام لا يراه أبدا فهو من ورعه لا يقول حدثا لأنه يجلس ويسمع تمام ولكن لأن الشيخ لم يوافق على هذا والشيخ لو رآه لطرده من الدرس فكان يقول حدثنا الشيخ قراءة عليه قراءة عليه وأنا أسمع وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنهم جميعا فضل قال أن قسم الثالث الإجازة والنواية بها جائزة عند الجمهور وادع القاضي أبو الوليد الباجي الإجمع على ذلك أبو الوليد باجد إمام كبير من علماء الأندلس الكبار وكانت له منظرات شهيرة مع ابن حزم رحمه الله تعالى وكان رجلاً عالماً أصولياً من علماء الأصول ومن علماء الفقه المالك المذهب المالك وله كتاب المنتقى في شرح الموطأ وكان رجلاً صاحب أخلاق النبيلة يعني أنا أحب هذا الشخص أبو الوليد الباجي للوبلهي مرةً ناظر ابن حزم فلما ناظر ابن حزم غلبهم الشيخ أبو الوليد غلب ابن حزم فجاء الناس وهم يجلسون في المناظرة الآن بعد المناظرة ما هو الإجراء الذي قاموا؟ قاموا بأخذ كتب ابن حزم وحرقوها وغرقوها في الماء نكاية في ابن حزم لأنه غلب وانتصر عليه أبو الوليد الباجي المالك فماذا كان من أبو الوليد الباجي؟ انظر إلى المناظرة العلمية شيء والأخلاق أيضاً لابد أن تكون منازمة لهذه والمنافسة والاختلاف شيء والأخلاق بين المختلفين شيء آخر فماذا قال له؟ قال والله لتأتين ولتملين علي كتبك وأنا أكتبها لك وظل ابن حزم يملي على أبو الوليد الباجي وهو يكتب حتى كتب كتبه مرة أخرى مع أنه لا يعتقد بما فيها بل يخالف ما فيها بل كانت المناظرة على ما فيها من مسائل إلا أن النبل شيء آخر النبل قيمة عظيمة أخلاق العالية حتى ولو كنت اختلفت مع إنسان تظهر؟ يظهر معدن الإنسان ليس في الوفاق أبداً أخلاق الناس لا تظهر إلا عند الاختلاف والبغض يظهر معدنك الحقيقي إذا كنت يعني رجلاً صاحب معدن نفيس أو صاحب معدن خبيث أو خسيسي فإذا لما اختلف لم يكن هذا الاختلاف قد أدى إلى هذا التناحر وإلى التلاسم وقال ما شاء الله جزاكم الله خيراً أن أحرقتم كتب ابن حزم مثلاً لم يقل لهم هذا مع أننا نختلف مع ابن حزم في كثير من نقوله إلا أننا نحترم أنه كان رجلاً عالماً كبيراً نحريراً له مؤلفات ومؤلفاته فيها فوائد كثيرة إلا أن أطروحته فيها شيء من التحفظ في بعض مسائلها فينبغي للطالب أن يحضرها ولا يعني يلج إلى قراءة هذه الكتب إلا بعد أن يتأهل ويتربى على يد الشلوخ الربانيين ويتهذب حتى لا يصاب لسانه بالسلاطة وإساءة الأدب في العلماء لأن ابن حزم شديد جداً فيه قالوا قلم ابن حزم ولسان الحجاج سواء وسيف الحجاج سواء يعني أو لسان ابن حزم وسيف الحجاج سواء في شدته واضح؟ فضل قال والتاع القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك يعني الرواية جائزة بالإجازة يتكلم عن الإجازة فضل ونقضه بن الصلاح بمراض الربيع ماذا نقضه؟ هل نقض الرأي أم نقض الإجماع؟ نقض الإجماع ودائماً كلمة النقض غالماً بعد كلمة الإجماع مثل هذه الموض فضل ونقضه بن الصلاح بمراض الربيع عن الشابعي أنه منع من الرواية بها وبذلك قضع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشابعي وكذلك قضع بالمنع القاضي حسين القاضي حسين بن محمد المروزي المروزي نعم صاحب التعليقة وقال جميعاً لو جازت الرواية بالإجازة لبطلة الرحلة أو لو جازت الرواية بالإجازة لبطلة الرحلة لا سيما في العصور المتقدمة التي كانت هي عصر الرواية المشيوك موجودون فلماذا أخذ بالإجازة فقط؟ لابد أن أسمع وربما يكون هذا الكتاب الذي فيه خطأ أنا أخذت رؤيت الكتاب هذا ربما يكون فيه خطأ أما حينما أقرأ على الشيخ والشيخ يقرأ عليه فيه مراجعة وفيه ضبط وفيه تحرير للكلام قالوا كذا روية عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه وممن أضطلها إبراهيم الحرفي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبحاني وأبو نصر الوائلي السجزي وحكي ذلك عن جماعة ممن لقيهم إبا إذن المسألة خلافية بين العلماء ويشتد الخلاف قديماً أما يخف الخلاف في العصور المتأخرة واضح؟ أضبط بهذا الضرم فضل ثم هي أقسام أنواع الإجازة الإجازة لها بداخلها كذا أنواع بداخلها هي على عدة أنواع على عدة صور ليس بإجازة صورة واحدة ما هي الصور التي كانت تتم بها الإجازة قديماً؟ فضل قال أحدها إجازة من معين لمعين في معين بأن يقول أجزتك إجازة من معين لمعين في معين ما معنى هذا؟ إجازة من معين شخص فلان لمعين لأنيس أو لشيخ لحسن في معين في كتاب الباعث سلاسة أشياء معينة وواضحة ومحددة بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب وهي المناولة فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية لكن خالفوا في العمل بها بأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل استماع يعني على العموم في النهاية هم أخذوا بها وجعلوها كالحديث المرسل لأن عدم الاتصال كأن حصل سقط فاجعلوه مرسلاً الفاني إجازة لمعين في غير معين يعني أجزت المعين هذا أو هذا في غير معين في كل كتب أو فيما رويت من كتب لم أحدد هذا الكتاب تفضل مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه كل ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي وهذا مما يجوزه الجمهور أيضاً رواية وعملاً نعم الثالث الإجازة لغير معين أجزت بقى شخص ليس شخصاً معيناً أجزت لكل المسلمين واضح؟ فهذا ليس معين ماذا صنع العلماء في هذا؟ مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله وتسمى الإجازة العامة لذلك الشيخ في المجلس في المجالس حديثية التي تعقدت في الأزهر وغيره الشيخ لا يعرف كل الذين يكلسون أمامه أصلاً يقول أجزت كل الحاضرين فإجازة عامة ليس تخصى بشخص ولا يعرف فراناً وكذا وكذا وهذه لا تعطي تأهيلاً ولا تعطي شهادة بأنك أصبحت من نقاد الحديث وحفاظه لا هذه الإجازة فيها نوع انتساب وشرف للعلم أنت تكمل بها طريقك هذه شيء محفز كأنها شيء محفز جو علمي كأنه وضع لك قضيباً كالقطار الذي يسير وأنت تسير عليه وضع لك مساراً وقال لك هذا طريقك وأنا أعطيتك إجازة حتى تكمل مسيرك في هذا الباب واضح؟ أما أن تأخذها بأنها شهادة بأنك من المختصين بعلم الحديث وتأعقد مجال السماع ورواية ووالله أعرف بعض الذين قد حصلوا على إجازات كثيرة جداً ولا يضبطون حديثاً واحداً مما يقرؤون حديثاً واحداً فقط مما يقرأ كل ما أسمعه يقرأ أجد اللحن حريفاً له ونصيراً له ومصاحباً له وصديقاً له فما فائدة العلم أصلاً؟ هو ما أخذ مجموعة شهادات وإجازات بسرعة 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 في سنتين وقرأ شيئاً في المصطلح على شيء في الحديث وقرأ كم كتاب على المشايخ ثم انطلق ليجلس يعقد مجال السماع ومجالس تحديث ومجالس كذا وكذا وكذا حتى صار يختم سنيد وإجازات وإسناده عالي جداً وهو والله في غاية شديدة من الجه أسأل الله السلام هذه أشياء أراها بعيني وهذا واقع مر الإجازة لا تعطيك لا تعطيك باباً من التحديث أو باباً من العلم تصير به أو شهادة بأنك صرت عالماً لا الإجازة هي عنوان ودليل وصناعة جو علمي وتهيئة نفسية ودعم لك في طلب العلم آه إن أجازك الشيخ إجازة صريحة بأن أجزت الشيخ فلان الفلان بأن يقوم بالتدريس خلاص أما الإجازة العامة هذه لا تعطي هذا الشيخ أن يقوم بالتدريس وأنه صار مدرساً فاهماً نابهاً يستطيع أن يدرس وأن يقرأ الكتب وأن يشرح الحواشي وأن يقوم بعمل التقريرات على الكتب هذه شهادة من العالم خلاص واضح؟ ولكن لا تكون عامة لا أقول أجزت كل من هنا ليقوم من غد ليفتح درساً في الحديث هذا عبث العلم ولو صارت من الإنسان لا صار مجدوناً يا هذا واضح؟ فالعلم علم إن هذا العلم دين فضل قال وقد اعتبرها صائبة من الحفاظ والعلماء فممن جوزها الخطيب مم قد اعتبرها يعني أجازها البعض من الأهل العلم ولكن ليست كدليلاً على علم من حصل على الإجازة بل سبيلاً لتوصيل ما عنده من علم واحفظ هذا ليست دليلاً على علم من حصل على الإجازة بل هي سبيل بل هي سبيل لإيه؟ لتوصيله ما عنده من علم حتى لا تنقطع سلسلة السنة بس فقط واضح؟ فضل قال ونقلها عن شيخه القاضي أبي طيب الطبري ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمذاني الحافظي وغيرهم من محدث المغاربة رحمهم الله يقرأ يا شيخ أحسن كده يساعدك الشيخ أحسن شوية يا شيخ فضل قال وَأَمَّا الْإِجَازَةُ لِلْمَجْهُولِ أَوْ بِالْمَجْهُولِ فَفَاسِدَهُ وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَقَعُ مِنَ الْإِسْتِدْعَاءِ يعني لا تحتاج إلى بيان مجهول لمجهول ما لا أعلم من هو الذي سيجاز والشيء الذي سنجيزه لا نعلم وهو أصلاً الذي سيجاز به ماذا نصنع؟ وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيث ليس من هذه الصورة الغير معتبرة أننا الآن أحياناً نجلس الآن فأقول لكم سنأتي باستدعاء من عالم كبير ومحدث شهير من علماء الحديث فقيدوا أسماءكم هنا وأنا أعرفكم جيداً مثلاً ثم أخذوا هذه الأسماء ونرسلوا بهذا الاستدعاء إلى هذا العالم الكمي فليس شرطاً أن يكون هذا العالم قد عرف كل واحد واحد من هؤلاء بل إنه واجد فيها بعض العلماء الذين يتأهلون لهذا الباب وهم الذين رشحوا له هذه الأسماء حتى يجاز هؤلاء الطلاب ويدخلوا في سلسلة الإسنا فهذا جائز وهذا لا يقاس على مسألة مجهول لمجهول واضح؟ فلا يتصفح انتسابهم ولا عدتهم يعني لا يتصفح انتسابهم من عائلة من؟ هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن من؟ ولا عدتهم كم شخصهم؟ خمسون مئة؟ كذا؟ لا فإن هذا سائغ شائع سائغ شائع يعني أمر موجود ويعني العلماء أقروا تفضل كما لا يستخضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم؟ يعني هل أنا الآن أستطيع أن أحصر أسماء الذين يجلسون أمامي ولا عدتهم الآن؟ لا أستطيع فكذلك لا ينبغي للمجيز في هذا الاستدعاء يعني يعرفها منفئ تفضل ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي نعم وسوغه غيره وقواه الإمام بن الصلاح لا سيما في أسانيد المتأخرين وأنا بضحت الضوابط قبل ذلك تفضل وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لروايته فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة يعني الأولاد الأولاد الذين سيأتوا بعد ذلك الجيل الذي بعد هذه أيضا تكون لماذا؟ تكون من باب الشرف الانتساب وهذه في أسانيد المتأخرين واضح؟ فضل وأنا لو قال أجزت للمنزل يعني أحيانا أنت تذهب ومعك الطفل الصغير وتذهب إلى الشيخ وتقول لأن هذا الولد ربما حينما يكبر يكون الشيخ قد انتقل مثلا فأنا أريد أن يحصل الولد على هذه الإجازة حتى إذا ربيت هذا الولد وكبرته وعلمته وجعلته يدرس الحديث والعلم يستطيع أن ينتفع بهذه الإجازة فيعلو إسناده يعلو إسناده فيكون قد روى عن علماء أو بعض العلماء الأكابر الذين لم يدركهم أقرانه ممن لم يتنبه آباؤهم كما تنبههم فهذه فائدة ولذلك تجد من الشيخ عبد الحي الكتاني السنين أولاده عالية جدا لماذا؟ لأنه كان هو يحصل على الإجازات يأخذ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني معه في المجلس ويأتي له بإجازة له ولولده وله ولولده فأصبح والده يأروي عن بعض شيخ أبيه فيعلو الإسناد واضح يا كران هذه سنة من العلماء من باب التحفيز للأولاد والأبناء في طلب العلم تفضل قال وأن الأرمان أجزت لمن يوجد من بني فلان وقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبيه على ابن الفراء الحنبلي وابن الفرط بن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة إذن يبقى لأن الإجازة ما هي إلا إذن بالرواية الإجازة هذه فيها إذن بالرواية وكذلك ضعفها الإمام ابن الصلاة وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن لا يصح سماعه نعم يعني الأطفال الصغيرين لا يجوز لنا أن نجيزهم إلا إذا صح سماعهم يعني كان سنه يتميز فيه تمييز فقال قد يخبر الغائب عنه ولا يصح سماعه منه ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير قال وهو الذي رأيناك فتش يخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمالهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال يعني لا يجيزون للشخص الذي لا يوجد في الدرس ولكن أطفال الصغير حتى إذا قاموا وكبروا أخذوا هذه اللواتي بالسماع بعد ذلك فانتفعوا بالإجازة القديمة التي أخذوها واضح؟ فضل ولو قال أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد لأن الثاني لم يحصل فكأنني علقت الأمر على شيء مجهول فيه غرر واضح؟ فضل وقال الإمام وقد حاول الإمام ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذنك الوكالة وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف إذا المسألة خلافية بين العلماء فضل وأما الإجازة فيما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية يعني أن أجيز بإجازتي لا أجيز بسماعي يعني الأصل أنني سمعت فأجيز الناس بما سمعت أنا طيب أنا لم أسمع أخذت من الشيخ إجازة فقط ثم بعد ذلك هل يجوز لي أن أجيز بما أجزت به بإجازة؟ هذا هو محل الكلام فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددتها يعني جائزة يعني يقولون أنها جائزة تصح وممن نص على ذلك الدار قطني؟ طبعا الدار قطني يكفي لو أنت سمعت الدار قطني تنطلق وتقوم إلى البيت يعني لا تريد أن تسمع أخي فضل وشيخه أبو العباس بن عقدة أبو العباس بن عقدة كان حافظا كبيرا حافظ بن عقدة يعني إمام كبير جدا والحافظ أبو عيمل الأصبهاني والخطيب وغير واحد طبعا الخطيب ليس الخطيب بتاع الكرة؟ الخطيب البغداد يعني فضل وغير واحد من العلماء قال الإمام بن الصلاح ومن عمي ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبه ذلك بتوكيل الوكيل نعم القسم الرابع المناولة فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سمائه ويقول له يروي هذا عني يعني الشيخ يأخذ الكتاب ويقول يا فلان خذ هذا الكتاب لقد نولتك هذا الكتاب فروهي عنه مناولة هذه شرطها لكي تصح لابد فيها من الإذن والإجازة أن تقرن المناولة بماذا؟ بالإجازة وهذا المناولة والوصية والإعلام لابد فيها من الإذن والإجازة الإجازة أصلا هي إذن الإجازة نفسها إذن أما السماع لا يحتاج إلى إذن سماع أنت سمعت أصلا أنت سمعت ولذلك بعض الناس يقول لي نريد أن أخذ إجازة من الشيخ أكثر إجازة يعني في الكتاب أقول له ما أنت سمعت الكتاب السماع أعلى من الإجازة السماع مرتبة عالية جدا أنت طرح ما سمعت لا تحتاج إلى إجازة والعلم مضنيون على الدين فإذا كذبت فأنت كذب أصلا في العلم أما إذا والعلم مضنيون على الصدق والإيه؟ والوثاقة والضبط أو يملكه إياه أو يعيره ليسخه ثم يرده إليه يعني أقول له يا شيخ الأحسن أو يا شيخ أنيس أخذ هذا الكتاب وانسخه نسختي وقد إيه؟ واروي عني ما فيه هذه كانت تصح أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله شوف انظر فيتأمله يعني لم يكن أن الطالب يقول له يا شيخنا هذا كتابك الذي ألفته أو الذي أنت خرجته هذا من تخريجك يقول نعم هذا أول حديث الشيخ يتأمل ومعنى التأمل أنه يعيد النظر فيه بذقة شديدا حتى يتأكد من أن هذا الموجود أمامه هو من حديثه فضل ثم يقول اروي عني هذا ويسمى هذا عرض المناولة وقال الحاكم إن هذا سماع عند كثير من المتقدمين وحكو عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصالي لأنه في الأصل الطالب المفترض أنه سيتحمل عن الشيخ والشيخ ثقة إمام كبير والطالب سيتحمل والمفترض أنه لن يقبل منه الحديث إلا إذا كان أيضا ثقة ضابطا إذا حصل أنه اتهم بشيء من الكذب رد حديثه إذا حصل أنه قدح في ضبطه أو تعن في ضبطه بشيء مما يخل بضبطه في الكتابة لأن الضبط عندنا بطان ضبط صدر وضبط كتاب فإذا حصل أن أي نوع من أنواع الخلل في الضبط سواء في ضبطه في حفظه فيما يحفظه أو فيما يكتبه وينقل عن الشيخ لن نقبل حديثه إذن هذه كلها ضابط حتى لا تظن أن المسألة كان فيها تسيب وطلاب الحديث كانت عيون بعضهم على بعض في طلب العلم يعني لو أن واحدا ناعس في الدرس أو غفل يكتب الطلاب غفل ونام فلان من الحديث كذا لا أريد أن يسبقه أحد في الحديث أنت لم تسمعه أنت كنت نائما في الدرس وأنا سمعته والحمد لله تنافس في الخير فلا يترك هذا ولذلك بعض الطلاب النبهاء انكسر قلمه وكان غليا معه فلوس يعني فانكسر القلم الذي كان يكتبه فلو انكسر القلم وخرجه من المكان ليشتري قلم من الخارج ثم يعود ستفوته بعض الأحد فبذكائه أراد أن يوقف الدرس أو أن يوقف الطلاب جميعا حتى لا يكتبوا زيادة على ما كتب فكان هناك القلم بقليل جدا يعني لو يساوي مثلا عشرة أقلام بدرهم فقال من يبيعني أي قلم بدنار مش بدرهم طبعا الدنار معروف أكبر من الدرهم فألقيت عليه الأقلام من كل جانب طلاب فقراء ليس معهم ويبيع القلم هذا يشتري به عشرة أقلام بدرهم والباقي يأكل ويشرب ويدفع إيجار السكن وكذا كل ألقى عليه الأقلام حتى يستطيع أن يكتب معهم هذا ذكاء موجود وأقول عنه فضل فضل ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعنقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق ونقله عن جماعة من مشايخنا قال الإمام بن الصلاة وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة ثم قال الحاكم والذي عليه يعني بعضهم خلط بين عرض المناولة أنني أعطيك هذا الكتاب وأقول لك اقرأ هذا الكتاب أو أن تأتي أنت أنت بالكتاب الذي أنا أقرأته في مجالس قبل ذلك وتقول يا شيخ هذا الكتاب من حديثك فأتأمل كما قلنا من قبل ثم أقول لك اروه عني أنت الآن هذا اسمه عرض مناولة لم يحصل قراءة أنت لم تقرأ بخلاف القراءة التي تكون من طالب يقرأ على الشيخ والشيخ يجيز بعد ذلك هذه أقوى من هذه واضح؟ فضل ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام أنهم لم يروه سماعا لم يمكن أن يساوى بالسماع ولا يصح أن يقول به حدثني وأخبرني هذا عند بعض العلماء فضل وبه قال الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك وابن يحياء والبويطي والمزني وعلي عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم يعني إليه ذهبوا وإليه نذهب ونحن كذلك يومي عشان خط التكتمل للقضية فضل وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُمَلِّكُهُ الشَّيْخُ الْكِتَابِ وَلَمْ يُعِرْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّهُ مُنْحَطٌ عَمَّا قَبْلَهُ حَتَّى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُونَ هَذَا مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهُ وتبقى مجرد إجازة يعني لو أنك لم تمتلك الكتاب ولم يعطك الشيخ الكتاب أصلا فكيف تروي هذا يساوي الإجازة فقط يساوي الإجازة لا يساوي شيئا واضح؟ كتاب لم يعارض ولم يقابل ولم يدقق لا فائدة فيه فضل قال قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم لماذا؟ لأن هذه الكتب مشهورة وموجودة ومتداولة وهذا دليل على ما قلت لكم أن التشديد كان قديما في الأسانيد المتقدمة أما في عصر الرواية كان هناك تشديد شديد جدا في هذه المسائل لا يمكن أبدا أن يحصلها فيها مثل هذا التهون أما حينما كتبت الكتب وقيدت وانتسخت يعني مثلا الآن كنت نقرأ في مخطوطة اليوم قال النسخ يقول وقد انتسخت هذه المخطوطة سبع مرات يعني معناه أنه كان رجلا نساخة يعني كان ينسخ ويكتب كثيرا والكتب موجود يعني أن الكتب موجود وهذه طبعة وهذه طبعة كأن كل واحد منها تساوي طبعة للكتاب فإذا أنه كأنه يأخذ الإجازة بهذه الطبعة والكتاب طبع منذ زمن قديم وقيد لن يزال فيه ولن ينقص ولن يستطيع أحد يعني هاتي الآن واحد يطبع كتاب البخاري ويزيد فيه حديثا الدنيا ستقوم ولم تقعد فيه من الباحثين سينتقدونه ويبينون خطأه وكذا 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 واضح؟ لو زاد سطرا واحدا لو زاد كلمة غير كلمة مكان كلمة لكل الناس قالت هذه الطبعة سيئة وفيها حديث حصل فيه تحريف وكذا 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 ليه؟ لأن الأصول موجودة صحيح كذا؟ صدر ولو تجردت المناولة عن الإذن فلما بتأخذ أنت لما بتأخذ حينما تأخذ الإجازة بتأخذها على النسخة الصحيح لعلى ما حرفت أنت واضح؟ صدر ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها نعم وحكى الخطيب عن بعضهم جوابها نعم قال الإمام بن الصراح هو من الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا فإن قال يعني كلمة أنبأنا غالبا ما يطلقها بعض العلماء في الإجازة يقول أنبأنا ولكن بعض العلماء جوز في زمن متأخر أن تقول أخبرنا ولكن تضيف إليها كلمة إجازة تقول أخبرنا إجازة حدثنا إجازة مثلا ولكن كلمة أخبرنا أو لا لأنها كان عرض فإن قال إجازة فهو أحسن ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين نعم وقد سلف النقل عن جماعة أنه جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع المناولة المقرونة إيه؟ بالإجازة لا بد معها هذا كأنها لا تسير إلا بها لو كانت غيرها سقطت وقعت واضح؟ فأحفظ هذا يعني من أجعلها أن هذه الأشياء بغير السماع الصريح والقراءة على الشيخ بعد ذلك كله والمكاتبة لأن المكاتبة فيها خط الشيخ فهذا فيها تأكيد وفيها خطاب مباشر لي ولك أما بعد ذلك لا بد فيها من الإذن وحتى بعض العماء اشترف أيضا في المكاتبة الإذن ولكن الإذن هذا مهم جدا حتى يحصل فيها نوع اختصاص يحصل فائدة الإذن النوع يحصل فيه نوع اختصاص للطالب بهذا الكتاب فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال والذي عليه جمهور المحدثين قديما الذي عليه جمهور المحدثين الراجح إيه في المسألة ما هو الراجح المعتمد الذي عليه نسير وإليه نأوي في المعتمد في هذا الكلام فضل أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا يعني لا تقول حدثنا وأنت أخذتها إجازة فقط ولا أخبرنا وأنت أخذتها إجازة فقط هذا فيه نوع تدليس تقول حدثنا إجازة أخبرنا إجازة لأنك إذا أطلقت حملت على أعلى صورة وهو السماع فإذا هذا في نوع تدليس لذلك دائما أنا وكنت أحرر الإجازات في بعض المجالس لابد أن أكتب سماع شيخنا أقول حدثنا فلان قال إجازة هو الذي أخذه إجازة لنبدأ أنه ما أخذ لك هذا الكتاب بالسماع أخذه بالإجازة أخبرنا إجازة حتى نحدد نوع هذا التلقي واضح؟ أو سمعت منه بعض الكتاب وفيه فول أو سمع الكتاب من شيخي فلان أو سمع الحديث الأول والحديث الأخير والباقي إجازة يعني سمع الأول والأخير للكتاب والباقي إجازة فالإجازة تجبر هذا التقصير فضل وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد وهذا مذهب مذهبه هو فإذا قرأت في كتب الأوزاع أو فيما نقل عنه من أقوان تعلم أن هذا مذهب الأوزاع فضل القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة نعم أو إن أذن يبقى إذن مع الكتابة في ماذا مكاتبة الرسائل التي بين العلماء يرسل لي رسالة الليس يبعث إلى الإمام مالك والإمام مالك يبعث إلى الليس الرسالة الجوين يبعث أيضا رسالة ومع ذلك يكتب فيها بعض الأسانيد التي تلقاها بأسانيده واضح يا كرام؟ طيب تفضل وإن لم يكن معها إجازة فقد جوز الرواية إن لم يكن معها إجازة كما قلت لكم يجوز عند البعض فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليس وغير واحد من الفقاء الشافعية والأصولين طبعا الشافعية يعني يأخذون نصيب الأسد في كتب المصطبح معروفة يعني إن شاء الله يعني لهم سبق وهو المشهور والحنافية طبعا والملكية برضو والحنابلة عشان ما ينزعبوا فضل وجعلوا ذلك أقوامنا الإجازة المجردة وقطع الماء وارضيه بمنع ذلك والله أعلم وجوز الليس ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة كلما كان الكلام واضحا ومنضبطا ومبينا لواقع الرواية يكون أفضل وأحسن وأقعد واضح؟ القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه يعني يقول هذا الكتاب أنا سمعته من فلان ولكنه لم يأذن لي طيب سماعك للحديث ليس دليلا على قوتك العلمية فربما أنت تأتي وتجلس مثلا الآن درس في العلوم العقلي ولكنك لم تفهم ولا كلمة يشرح الأشكال مثلا في المنطق يشرح التصدقات وشرح الأشكال وأنت لم تفهم ولا حرف من الأشكال الشكل الأول ولا الشكل الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولم تفهم شيئا وأنت جلست ثم أقصت إجازة بالمنطق وخرجت ما فائدة هذه الإجازة؟ فبعضهم كان يسمع والشيخ لا يجيزه لأنه لم يرى أنه قد تأهل أن هذا السماع لم يفيد شيئاً لم يستفيد شيئاً فاختلفوا لو أنك سمعت الدرس من الشيخ هل يجوز لك أن ترويس هذا السماع أم لا؟ ترويه يعني أصبحت تتصدر لتحدث الناس أما سمعك أنت من الشيخ هذا أعلى مقامات الرواية أصلاً تسمعت؟ خلاص من الشيخ واضح؟ أما كونك تنقل إلى غيرك هذا يحتاج إلى إذن أم لا فيه خلاف بين الله فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء يعني سوغ من غير أن يأذن لا يحتاج إلى إذن قالوا أن السماء على رتبة فلا يحتاج إلى أن تقول أنا سمعت هل أنت كذبت للطلاب يعني أنا ما تقول والله سمعت شيخنا قال كذا وكذا وكذا ولم يأذن لك هل أنت كذبت على الشيخ لن تكذب أنت نقلت الواقع والمفترض أنك ثقة يعني لن تكذب فضل منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباب واختاره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله رواية يعني حتى لو أعلم الشيخ وقال له أنا هذا كتابك الذي سمعته منك وأنا سأرويه فقال له إياك أن تفعل لا تفعل هذا لا أحلك في هذا لا أجيزك في هذا فلو فعل جيز هذا قياس على المسألة السابقة واضح؟ يا حتى القياس عندنا في المصطلح مش في الأصول فقط فضل القسم السابع الوصية هل منتين للسمانية ثم ننصرف إن شاء الله ما شيء بإسم المنصرف بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له ذلك الكتاب عن الموصى وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية قال الإمام بن الصباح يعني أقول أنا أوصي بعد وفاتي أو أوصي من الآن يا كرام أن هذا الكتاب تعطوه للشيخ فلان يرويه عني فترخص بعض السلف في رواية الموصى بهذا وبعضهم منع من هذا فضل قال الإمام بن الصلاح وهذا بعيد وهو إما زلة عالم أو متأول إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة والله أعلم نعم القسم الثامن الوجادة الوجادة بقى آخر شيء الثامنة أنك أصلا لم يحدث ما فيش اتصال مباشر لا يوجد شيء مباشر أنت الشيخ ما أو أنك هو سافر كان هنا وسافر وترك المكان فوجدت صندوقا الذي يسموه القمطر ولك استودع العلم قمطارا فضيعه القمطار يعني الصندوق الذي كان يضعون فيه الكتب فوجدت هذا في الصندوق قديما جدي وجدك وكانوا يضعونه كان له صندوق بدل الدولاب لم يكن هناك دولاب تعرفون الدولاب؟ آه كان هناك صندوق صندوق يضع فيه الملابس بدل الدولاب هذا ويغلق يضع فيه الملابس ويضع فيه الأوراق المهمة عقد البيت وعقد الأرض وعقد الزراعة وعقد كل شيء كل الأشياء التي يخاف علي يضعوها في هذا الصندوق ويغلق عليه بمغاليق وأنا رأيت هذا الصندوق عند جد يعني رحمة الله عليه كان صندوق كبيرا وكنت أحب وفتش فيه أنظر هذا يسمع فإذا هذا الشيخ يحتفظ واترك هذا في الصندوق فجاء وأغلقه فلم يفتحه إلا ورفته مثلا بعد وفاته فكان يأتي هذا الطالب الذي أعرف أن هذا الشيخ من العلماء المحدثين الكبار يقول إذن أنا لا أريد مالا ولا شيئا أنا أذهب إلى الكتب الذي تركها الشيخ فأقول لهم أعطوني هذه الكتب وكان هناك كثير جدا من أبناء الشيخ لا يعرفون قيمة الكتب ويبحثون عن النقود أو الذهب الذي تركه أو أي شيء آخر يمكن أن يستفاد منه في الحياة أما هذه الكتب فإنهم يلقونها في سلة المهمنات ويمكن أن يغرقونها أو يحرقونها أو كذا وأنا رأيت بنفسي قديما منذ أكثر من خمسة عشر عاما بعض الناس كان لهم جد من العلماء الأزهر القدام وكانت قد ترك أوراق كثيرة في جوال كبير ووجدتهم يحرقون هذا أمام البيت يحرقون هذا أمام البيت في مكان واسع يحرقونه بالنار فقلت لهم ماذا تصنعون قالوا هذا ورق من جدنا قديما ففتحت ووجدت فيه مخطوطات والله وجدت فيه مخطوطات مكتوب خط اليد ترام هذا حرام قطعة كبيرة جدا من شرح صحيح مسلم للنوم هذا شيء عجيب جدا وبعض الكتب الأخرى في الحديث يعني جزء من فيض القدير مكتوب بخط اليد ويعني نسخة خطية جيدة وجميلة في الخط قلت لهم هذا أنا أحتاجه فلما عرفوا أنه شيء مهم قالوا لا 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 لن نحرق وبخروا علي وعلى أنفسي بالكتاب ولا أدري ماذا صنع مصريون أفضل ناس لا تقول هذا لا تقول هذا هذا كلام خطأ لا تعود إلى هذا مرة ثانية استغفر له هذه طبائف الناس جميعا طبيعة في الشخص أنه شعر أن هذا الشيء مهم جدا سواء كان في أي نوع وجنسي فهذا الشيء مهم فربما قال ربما أستفيد منه ربما يكون له أهمية ربما يكون له كذا تراجع عن هذا واضح؟ فضل القسم الثامن والوجادة وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد يقول ابنه عبد الله يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي قال الإمام ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله وله أن يقول فيما وجد من تصريفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان وقال فلان أيضا ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصريفه أو مقابلة كتابه والله أعلم قال قلت الوجادة ليست من باب الرواية ليس فيها رواية لأن الرواية فيها ماذا فيها لقاء أو إمكانية لقاء فيها معاصرة فيها التقاء بالشيخ فيها نوع من الاتصال لابد فيها من الاتصال السنة وأين هذا إذن هذه ليست نوعا من الرواية بل هي ماذا حكاية عم وجدة كأنك تحكي أنك وجدت بخطه كأنك تحكي تاريخا وقع تحكي واقعا أمامك واضح؟ فضل وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم ونقل عن الإمام الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها قال الإمام بن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه لابد أن يقول وجدت بخط الإمام طيب الشرط إيه؟ الشرط إيه؟ أن يكون قد عرف خط الإمام يعني الآن إحنا نقرأ مثلا خطب الذهبي نعرف خط الذهبي نقرأ خط ابن حجر نعرف خط ابن حجر معروف خط ابن حجر خط البصيري معروف خط البصيري خطوطه معروفة من خلال ممارسة لهذه الخطوط وعلماء التحقيق الآن لهم علماء التحقيق النصوص يعرفون هذا حتى أصبحت الآن المداد نفسه المداد اللي هو الحبر الذي يكتب به يعني المداد قريب من الحبر هو يعني يعرف هذا المداد من القرن السابع من القرن الثامن من القرن السادس نوع الورق يعرف أيضا كل هذا يعرف اللي هي علم كامل يعني وصف الوعاء الذي يكون فيه النص هذا علم قائم خدمة النص هذا علم آخر واضح كرام؟ فضل وقطع بعض المحققين من أصحابه في الوصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به قال المابر الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصال المتأخرة لتعذر شرط الرواية في هذا الزمان يعني فلم يبق إلا مجرد ويجادات نعم قال قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا الأنبياء قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم ياتون من بعدكم يجدون صحفا يجدون يجدون الدليل أو كلمة يجد من وجد يجدون صحفا وصحفا يعني هي كتب فضل يؤمنون بما فيها وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد فيخذ منه مدعو من عمل بالكتب المتقدمة لمجرد الوجادة لها والله أعلم في مسند الإمام أحمد لو أنت قرأت في مسند الإمام أحمد لو وجدت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ابنه عبد الله يقول وجدت بخط أبي لو بحثت أنت حتى عن هذه الكلمة في المسند تجد كثير جدا من الإيه من هذه اللوات وقام أحد العلماء المعاصرين بجمع هذه الوجادات التي حصلت في مسند الإمام أحمد وطبعها في كتاب المستقل موجود حتى في دور النشط أنا عندي نسخة من هذا الكتاب اللواء إيه الوجادات في مسند الإمام أحمد رسالة موجودة حصل كل حديث الروايات الموجودة في مسند الإمام أحمد وجمعها في مكانه هذا دل على ماذا أن هذا كان معهودا وموجودا طبعا عبد الله ابن العلماء أحمد أصلا له رواية وسمع له رواية وسماع من أبيه صح ولا لا يعني لا يسمع أبوه سمع أبوه سمع والده سمع أباه وروى عنه جل إيه لولاد كلها من أصلا من رواية عبد الله وابن صالح أيضا وغيرهم القضية أنه أحيانا ربما في أشياء لم يسمعها من أبيه ولكنه يعرف خط الوالد هو أحد لا يعرف خط أبوه شيء عجيب جدا فهو يعرف خط والده جيدا فلما ترك والده هذه الأوراق ومكتوبة حدثنا فلان فذكرها في كتابه فتسمى من الوجادات في مسند الإمام أحمد وبعض العلماء حاول أن يخرج هذه الروايات حتى يذكر لها الروايات والمتابعات والشواهد الأخرى التي تبي أنها روايات صحيحة كنفس روايات المسند الموجودة بالسماع المباشر من عبد الله لأبيه واضح؟ خلاص كده؟ والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم وصلى الله وسلم وبركة سيدة محمد وعلى آله وصحبه وسلم بصني يا شيخ